اشتركوا في القناة وماذا رأى هناك في العالم الآخر وبحسب تقرير نشرته جريدة مترو البريطانية فإن كيفن هيل وقد توقف قلبه عن العمل بالفعل وفقد وعيه وبدأ الأطباء يتعاملون معه على أنه توفي لكن الرجل فاجأ الجميع بعودته إلى الحياة ومن ثم فقى من غيببته وبدأ يروي ما رأى ويكشف أسرار اللحظات التي كان فيها ميتا قال كيفن هيل لا يوجد ضوء يتجه نحوك عندما تموت لكنك تدخل عالم الأرواح لتشاهد جسدك يتدهور لكن لا تخف فقد كانت تجربة الموت سليمة تماما وتوقف قلب كيفن في مستشفى عندما كان يعانج من مرض كالسيفاكلس وهو مرض خطير غير شائع يتركم فيه الكالسيون في الأوعية الدموية الصغيرة للدهون وأيضا أنسجة الجلد قال أيضا كيفن هيل لم أكن أنظر إلى جسدي وإنما كنت منقصلا عنه تماما وليوجد ضوء يتجه نحوك عندما تموت لكنك تدخل عالم الأرواح لتشاهد جسدك يتدهور لقد عرفت أن وقت موتي لم يكن قد حان وعندما عدت إلى الحياة أعدت ترتيب أولوياتي بعد التجربة التي تأثرت بها أضاف أيضا عندما خرجت من المستشفى تغير الجو في عائلتي بشكل كبير لقد أصبحت أكثر مرونة وأعلم أنه يمكنني العودة إلى الوراء ويقول الأطباء أنه في صيف عام 2021 بدأت ساقا كيفن في الانتفاق بالسبب احتفاظهما بالمياه الزائدة ثم ذهب إلى الأطباء عدة مرات وحصل أخيرا على موعد في وحدة العناية التاجية في ديربي حيث تم إرساله إلى المستشفى ديربي الملكي في غضون ساعات وقال كيفن أيضا بدأت هذه الفترة التي أنضيتها في المستشفى لمدة عام أعطوني فيها دواء للتخلص من احتباس الماء بعد أن ذهب كل شيء أخبروني أنني فقدت 65 كيلو جراما من وزن الماء ولكن كان سبب احتباس الماء هو أن صمام قلب كيفن يتكون من جزئين بدلا من ثلاثة أجزاء حيث خضع كيفن عملية جراحية في سمام القلب يناير 2022 وبعد الشفاء تام عاد كيفن الآن إلى المنزل مع زوجته البلغة من العمر 52 عاما وقال أنا في مراقل التعافي الأخيرة في ساق اليوم وما زلت أعاني من بعض الألم ولكنه ليس بالقرب من المستوى الذي كان عليه في السابق كنت أبكي لساعات وكان مستوى الألم لدي 100 من أصل 10 الآن انخفض إلى أربعة وقال الجميع إنني يجب أن أموت مشاهدين الكرام متواصلون مع حضراتكم في تقطيع إخباري على مدار الساعة على شاشة تلفزيوني اليوم السابعة أشكلكم طيبة المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر